مجزء لهم الأنباء أهلا بكم أكد رئيس الوفد الحكومي لفك حصار تعز وفتح الطرق والمعابر كافة انطلاق الجولة الثانية من النقاشات مع مليشيا الحوثي يوم الأحد وقال الوفد في تصريح خاص لبلقيس إن الفريق سيطالب بسقف زمني لمحادثات عمان مع مليشيا الحوثي مشددا على تمسك بفتح الطرق الرئيسية في محافظة تعز ثم الانتقال إلى الآلية المناسبة لفتح جميع الطرق والمعابر وكان الفريق الحكومي أكد أن مليشيا الحوثي تسعى للتملص من أي اتفاق لفتح طرق تعز وطرحت أفكار لفتح طرق فرعية لا تسهم في التخفيف من معاناة السكان المحاصرين من جهتها أعلنت مليشيا الحوثي وصول فريقها التفاوضي إلى الأردن للمشاركة في الجولة الثانية من المشاورات مع الفريق الحكومي حول فتح الطرق والمعابر برعاية الأمم المتحدة وقالت وكالة سبع الخاضعة لسيطرة المليشيا إن لجنتها العسكرية المعنية بمناقشة الهدن وفتح الطرق وصلت الأردن قادمة من العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في الجولة الثانية من النقاشات وكانت الجولة الأولى من مباحثات فتح الطرق تعثرت بسبب تعنت مليشيا الحوثي ورفضها تنفيذ منود الهدن وفتح الطرق إلى ذلك قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ إن تمديد الهدن لمدة شهرين آخرين يوفر فرصة إضافية للأطراف من أجل اختيار السلام بدلا عن الحرب وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن ليندر كينغ أكد دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونتبرغ للوصول إلى عملية سلام شاملة وكان ليندر كينغ قد أكد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عادا أن بلاده ستضغط من أجل فتح الطرقات في تعز على وجه السرعة قال المرصد اليمني للألغام المدني قتل وأصيب أربع آخرين بجروح إثن انفجار لغم بسيارات مدنية في منطقة وادي أل أبو جبارة بمديرية كتاب بمحافظة صعدة وكانت الأمم المتحدة أعلنت مقتل تسعة عشر مدنيا وإصابة اثنين وثلاثين آخرين جراء انفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب في خلال شهر أبريل ومايو الماضيين وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الضحايا سقطوا فيما يقرب من عشرين حادثة خلال شهري الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة مشيرة إلى أن غالبية الخسائر ناتجة عن ألغام أرضية توفيت امرأة وعصيبة اثنان من أبنائها جراء تماث كهربائي أثناء وطول الأمطار الغزيرة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت وذكرت مصادر محلية أن المرأة تعرضت لصعق كهربائي في قرية المعضي غربي مدينة الشحر ما أدى إلى وفاتها وإصابة اثنين من أبنائها عند محاولتهم إنقاذها مشيرة إلى أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الشحر العام لتلقي العلاج اللازم وكانت المؤسسة العامة للكهرباء في ساحل حضرموت قد أعلنت انقطاع التيار الكهربائي في جميع مناطق ومديريات الساحل جرى الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة انتهى المهجز في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة